أكد وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ قاب 27 سمح شكري الانفتاح على التعاون مع كل الأطراف لضمان انتهاء المؤتمر بنتائج يتم الاتفاق عليها جاء ذلك خلال ترأسه جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة للمؤتمر تم خلالها استعراض سير العملية تفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة مؤتمر قاب 27 منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم نحن منفتحين للتعاون مع كل الأطراف لكي نطمن أن يكون هناك إنهاء لهذا المؤتمر في يوم الجمعة 18 نوفمبر وأعتقد أن هناك بعض الموضوعات ستكون مفتوحة حتى يوم الأربعة 16 وأولوياتي اليوم الخميس 17 أن نستمر في العمل ونترك الوقت الكافي للإعدادات والوثائق والهدف المشترك لنا هو أن نصل لقرارات وخاتمات مؤكدة فيما يتعلق بنتائج مؤتمر شرم الشيخ وأتمنى أن تكون هذه المقاربة مقبولة لكم جميعا السادة الزملاء عبر العام الماضي وفي خلال العشر أيام الماضية كان هناك رسائل قوية من العلوم ومن البشر ومن الخطط الأولى تذكرنا بخطورة الموقف والتكلفة الخاصة بعدم الفعل وأهمية المفاوضات أيضا سمعنا رسائل قوية تطالب بالطموح الخاصة بالنتائج التي تسعى إلى التنفيذ فيما يتعلق بالمدى والسرعة رؤساء الدول والحكومات أيضا أظهروا التزامهم ورغبتهم في أن يكون لديهم المزيد من الطموح والأمر يعود لنا الآن لكي ندرك في هذه المناسبة أن هناك استجابات وهناك دعوات من مجتمعتنا في كل أنحاء العالم وتتطلع للمزيد من النتائج الوقت ليس في صالحنا والعالم يشاهد دعونا نتحد وننجز العمل الآن